الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيه اللهم أعلي كلمة الله وكلمة الحق في كل أنحاء العالم واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المخربين الراضين المرضيين المحبين المحبوبين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين لا سيما مسلمي تركيا وأحوال إخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وصدائقنا وأحبابنا وأحبائنا اللهم أصلح عقولنا وعقولهم وأفكارنا وأفكارهم ونياتنا ونياتهم وحواسنا وحواسهم وأفعالنا وأفعالهم اللهم افتح قلوبنا اللهم نوّر قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم استر عيوبنا اللهم يسر أمورنا اللهم بيض وجوهنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نوّر قبورنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم احفظ قلوبنا اللهم حصل مرادنا ومقصودنا اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما شمل إخواني وأخواتي وأصدقائي وأحبائي وأحبابي في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم اجمع شملنا وألف بيننا وأيذنا بروح من عندك اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين